بعد أشهر من الأخذ والرد دون تحقيق تقدم على صعيد تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة اليمنية أعلنت الأمم المتحدة بشكل مفاجئ موافقة ميليشيا الحوثي على الانسحاب بشكل أحادي من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى تحت رقابة بعتة الأمم المتحدة انسحاب أعلنت الحكومة اليمنية رفضها له إذا لم يلتزم بالمعايير التي حددها اتفاق السويد وقرارات مجلس الأمن دات الصلة وتعتقد الحكومة الشرعية أن القرار المفاجئ للحوثيين مسرحية هدفها تخفيف الضغوط قبل جلسة متوقعة لمجلس الأمن خلال الأيام القليلة القادمة فيما يربط مراقبون الخطوة الحوثية بالتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران التي قد تكون أمرت أذرعها في المنطقة بالتهدئة وقطع الطريق أمام ضربات أمريكية قد تكون مفاجئة وتطال الجميع وقد توالت ردود الفعل من قبل قيادات عسكرية وسياسية في الحكومة مشككة في جدية الميليشيات بالانسحاب من الحديدة وفقا لخطة إعادة الانتشار التي تقدم بها كبير المراقبين الدوليين مايكل لوسغارد الذي وصل إلى عدن للقاء ممثلي الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالتزامن مع إعلان الميليشيات الحوثية انسحابها من جانب واحد فيما اعتبرهم مراقبون محاولة لإطفاء الشرعية على الخطوة الحوثية من جانب آخر تقول أوساط يمنية إن المناورة الحوثية كانت متوقعة خاصة أن الجماعة المرتبطة بإيران كانت تبادر في السابق إلى إطلاق خطوات أو مواقف لجذب الأنظار وإثارة جدل واسع يمتد إلى الدوائر الأممية المعنية بالملف اليمني وهو ما يمكن الميليشيات من كسب الوقت والبحث عن أشكال جديدة للهروب إلى الأمام ولفت الأنظار إلى قضايا هامشية ويرى المراقبون أن الحوثيين سيلجأون إلى تكتيكهم المعتاد في تقديم تنازلات وهمية قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن من دون انعكاس أي من تلك التنازلات على أرض الواقع حيث تعمد الميليشيات للتسويف وإغراق الاتفاقيات الموقعة بالتفاصيل الجزئية بهدف كسب المزيد من الوقت وامتصاص غضب المجتمع الدولي ترجمة نانسي قنقر